تمكنت الاجهزة الامنية بمختلف مديريات الامن من استهداف 69 بؤرة اجرامية وضبط اكثر من 1100 قطعة سلاح ناري فضلا عن اعادة 12 سيارة مبلغ بسرقتها خلال اسبوع استهداف دائم لكل خروج على القانون لتأمين المواطن اينما يكون فسنده شرطة تحميه وتعمل على مدار الساعة لمكافحة كافة اشكال الجريمة فبعد اسبوع من حملات متواصلة في هذا السياق نجح قطاع الامن العام بالتنصيق مع مديريات الامن وقطاع الامن المركزي في استهداف 69 بؤرة اجرامية تم ضبط نحو 1400 متهما فيها وبحوزة 18 قطعة سلاح ناري وكميات من المخدرات وعلى صعيد ضبط الاسلحة النارية غير المنخصة وحائزيها تم ضبط 1155 قطعة سلاح ناري متنوع منها 89 مندقية آلية وورشتين لتصنيع الاسلحة بادواتها ومعداتها و3474 طلق نارية كما القي القبض على 12 تشكيلا عصابيا ضم 33 متهما اعترفه بارتكاب 61 حادث سرقة واعادة 12 سيارة مبلغ بسرقتها وخلال اسبوع نجح قطاع الامن العام في كشف همود 45 حادث متنوع ارتكبها 62 متهما وتم تأمين تنفيذ 24085 حال التعدي على املك دولة واراضي الزراعية كما تم تنفيذ 484980 حكما قضائيا متنوعا وفي مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة تمكنت الادارة العامة للمرور بالتنصيق مع مديرات الامن من ضبط 290 360 مخالفة مرورية متنوعة واصفر الجهود الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط 6469 قضية متنوعة من مواد بطرولية الى سلع مدعمة واخرى غير صالحة للاستهلاك الادمي واكثر من 74 الف قاضية سرقة طيار كهربي و390 مخالفة لشرط التعاقد نجحت الادارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبطها خلال اسبوع بينما تمكنت الادارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم خلال ذات المدة من ضبط 856 قاضية تهارب من ضرائب عامة وعقارية وقيمة مضافة الادارة العامة لمباحث الاموال العامة تمكنت من ضبط 33 قاضية اختلاس واضرار بالمال العام ورشوة واستغلال نفوز واتزيف اموال ومستندات الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تمكنت من ضبط ثمانية تشكيلات عصابية في مجال سرقة مهمات مصلحية ونشل واستلاء على حوالات بريدية اضافة الى 2900 وخمس قضايا متنوعة تم ضبطها مباحث المثنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت 578 قاضية في مجال عملها وذلك خلال اسبوع كما نجحت الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في ضبط 2330 قاضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل والثروة السمكية والملاحة الداخلية واجزالت 25241 حالة تعديات على نهر النيل وعلاوة على تأمين 906 لانشات وباخرة سياحية الادارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط 1476 قاضية اتجار وحيازة مخدرات ضبط خلالها كميات من مخدرات متنوعة امن الموانئ استطاع ضبط 36 قاضية تهريب و516 قاضية متنوعة وعلى صعيد الامن السياحي وخلال اسبوع تم ضبط 3868 قاضية ومخالفة في مجال الحفر والتنقيب وحيازة اثار